جيت الرسائل كثيرة يا بون وصفة المحلة على طريقتي أولا شكرا على ثقة كام ويلا تعالوا نشوف الوصفة بخلاط الكعس حطيت كوبين تمر معجون وستة كواب بماء بدرجة حرارة الغرفة حجم الكوب 250 ملي وخلطها مجيدا بالخلاط هذا هو شكل القوام معي بقدر على نار هادية حطيت كوبين دقيق بر ورشة ملح أحمس الدقيق لين يتغير لونه تطلع ريحته وهنا صبيت خليط التمر كله ما يخالف وأصوته بملعقة خشب أو أحركه وهنا أضفت 3-4 فنجان سكر للأمانة طارر هذا المقطع وهنا رشيت هيل مطحون وفلفل أسود وقرفة وأقلب وربع أصبع الزبدة وأقلب على نار هادية وأغطي القدر وكل ثلاث دقائق أعيد التقليب تقريبا 45 دقيقة ونذوب على النار 100 جرام الزبدة محبتين تمر عشان تعطي لون للزبدة وهذا هو المحلة صار جاهز الريحة تجيب السعادة أي بنت أو ولد متردد يسوي بعد هذا المقطع يجربه طبعا حطيته بصحن التقديم واللي محلة من الأكلات اللي تنوكل هي ساخنة حطيت عليه الزبدة أو السمين ورشيت عليه الهيلة المطحون والفلفل الأسود وما نستغن عن القهوة العربي على طريقتي المحلة من الأكلات الشتوية السكرة مرة موزون ويصل حتى للنفس بالعافية